الحمد لله الحمد لله الغفار رفع سبحانه من شأن الأذكار وجعلها علاجا للأكدار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار أما بعد فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركة من هذه السلسلة المتتابعة الثمار اليانعة للأعمال الصالحة حديثنا أيها الأحبة في هذه الليلة عن منارة من منارات هذا الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق ومن منارات هذا الدين ذكر الله سبحانه وتعالى شرعت كثير من الفرائض في هذا الدين لإقامة ذكر الله عز وجل بل قال الله عز وجل في الصلاة وأقم الصلاة لذكري وذكر في الحج يذكر اسم الله وغيرها من العبادات التي شرعت لإعلاء ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل هذه هي عبودية الكون فمن في السماء من الملائكة يذكرون الله عز وجل يسبحون الليل والنهار يسبحون الليل والنهار لا يفترون ما ينقطعون عن ذكر الله عز وجل ولا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم بل سائر الكائنات على وجه هذه البسيطة وفي هذا الكون وحتى الجمادات تسبح الله سبحانه وتعالى كما قال جل في علاه وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ سائر الكائنات والجمادات تسبح بحمد الله عز وجل بل تأمل في هذا الحديث العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تستقل الشمس في يوم فيبقى شيء إلا ويسبح بحمد الله إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم قال الوليد راوي الحديث فقلت لصفوان ابن عمر ما أغبياء بني آدم قال شرار خلق الله عز وجل ما تشرق الشمس في يوم إلا وسائر الكائنات والجمادات في هذا الكون العظيم تسبح الله وتذكر الله عز وجل إلا الشياطين لأن الشياطين لا تذكر الله عز وجل وأغبياء بني آدم أي أهل الغفلة شرار الناس الذين ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى فذكر الله سبحانه وتعالى شأنه عظيم شأنه عظيم في هذه الدنيا وتأملوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما انظر استثناء النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا اللعن ذكر الله عز وجل أو عالما أو متعلما ولذلك تجد تقرأ في آثار التابعين يقول مالك ابن دينار ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل ويقول ذنون المصري ما طابت الدنيا إلا بذكر الله تعالى بل جاء في ترجمة شيخ الإسلام بن تيمية أنه كان يجلس بعد صلاة الفجر يذكر الله عز وجل إلى وضح النهار ثم يقول هذه غدوتي يعني هذا فطوري وإذا لم أتغدى سقطت قوتي يستعينون بذكر الله سبحانه وتعالى ولذلك تقرأ في كتب التراجم في سيرة محمد ابن السيرين يقول أنه كان إذا مر بالسوق كبر أهل السوق لما يرون في وجهه من النور لأنه كان كثير الذكر لله سبحانه وتعالى وكان أيوب السختياني عالم الحديث إذا مر على الناس ذكر الله عز وجل لما يرون في وجهه من مخايل النور أثر ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل أيها الأفاضل المباركون له ثمرات كثيرة جدا من أعظمها أعظم الثمرات أن الله سبحانه وتعالى يذكرك الله سبحانه وتعالى بجلاله بكماله بعظمته بجبروته يذكرك الله عز وجل قال جل في علاه فاذكروني فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون من أنت حتى يذكرك الله عز وجل اليوم في منطق أهل الدنيا لو ذكر أحد عند بعض رجال الأعمال أو الحكام لفرحة من هذا الذكر فكيف لما تذكر عند الله عز وجل تصور الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يخاطب العبد يقول يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منه الجزاء من جنس العمل تذكر الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يذكرك ولذاش جاء عن بعض التابعين أنه كان يقول يقول أنا أعرف متى يذكرني الله عز وجل فقال له كيف تعرف قال ألم تقرأوا قول الله عز وجل فاذكروني أذكركم أيضا من الثمرات الثمر الثانية معية الله سبحانه وتعالى معية الله سبحانه وتعالى للذاكر جاء في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتا معية الله سبحانه وتعالى هذه تسمى عند العلماء المعية الخاصة معية التأييد النصرة الله يكون معاك ينصرك يؤيدك يوفقك الله سبحانه وتعالى بهذه المعية العظيمة أيضا من الثمرات الثمر الثالثة أن ذكر الله عز وجل هو غراس الجنة غراس الجنة كل يوم تذكر الله عز وجل يزداد غرسك في الجنة يزداد ما تبنيه في الجنة لما يدخل الإنسان المؤمن الجنة يجد في بيته تجري من تحته الأنهار ويجد الأشجار هذه الأشجار بقدر ذكرك لله عز وجل في هذه الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يقول لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسريبي ليلة الإسراء فقال يا محمد أقرأ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا وجه شاهد أن غراس الجنة هو هذا الذكر تذكر الله عز وجل هذه الأذكار أن تغرس غراسك في الجنة ثم أيضاً رابعاً من الثمرات أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أسباب المغفرة الله سبحانه وتعالى قال والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً 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 عظيماً المغفرة تكفير السيئات تكفير الذنوب والأجر العظيم الذي ينتظر الإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى خامساً خير الأعمال هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن ذكر الله عز وجل خير الأعمال ذكر صور من الثواب والله عظيمة من تأمله ونظر إليه ووقف مع هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل في ألفاظ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم خمسة فضاء العظيمة قال الصحابة بلى الصحابة يبحثون عن الخير يبحثون عن الأجر قالوا بلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تذكر الله عز وجل لك هذه الفضاء العظيمة التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سادساً من ثمرات الذكر النجاة من عذاب الله عز وجل تريد تقي نفسك من العذاب تريد أن تحرم هذا الجسد على النار أسأل الله يحرم أجسادكم على النار تذكر الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تذكر الله سبحانه وتعالى أبشر بالنجاة من عذاب الله عز وجل أيضاً من الثمرات العظيمة النجاة من وصف المنافقين الله سبحانه وتعالى لما وصف المنافقين قال وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مفهوم المخالفة أن أهل الإيمان يذكرون الله كثيرا المنافق لا يذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل صعب على لسانه لكن المؤمن ذكار لله عز وجل يذكر الله سبحانه وتعالى دائماً أيضاً من الثمرات العظيمة النجاة من الشيطان النجاة من الشيطان الشيطان يترصد للإنسان الله سبحانه وتعالى يقول وَمَنْ يَعَشُ وَمَنْ يَعَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا يُقَيِّضْ لَهُ هَذَا الشَّيْطَانِ يأتي إليه عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية يقول إن الشيطان جاثم على قلب بني آدم إذا سهى وسوس وإذا ذكر الله خنس أن تتحكم ذكرت الله عز وجل يخنس هذا الشيطان ويتقهقر ويضعف يصير لا قبل له ولكن إن سهيت إن غفلت يقوى هذا الشيطان يبدأ بالوساوس المختلفة التي يدخلها عليك أيضاً من الثمرات العظيمة مباهات الله سبحانه وتعالى بالذاكرين الملائكة الله سبحانه وتعالى يباهي بمن يذكر الله عز وجل الملائكة ولذلك جاء في حديث الملائكة السيارة الذين يلتمسون مجالس الذكر لما يأتون إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يباهي بهم بصحي مسلم يباهي بهم يفتخر بهؤلاء الذين تفرغوا لذكر الله سبحانه وتعالى شرف عند الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يذكرك هذا الذكر العظيم أيضاً من الثمرات العظيمة طمانينة القلب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الإنسان اللي يذكر الله يشعر بالأنس الراحة الطمانينة لكن الإنسان الغافل عن الله عز وجل يجد النكد يجد تسلط الأمراض عليه يجد الهموم والغموم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة المعيشة الضيقة الكدر يجد هذا الإنسان الذي هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى والله تقرأ الأحيان في تراجم الصحابة تستغرب الواحد كان يسبح الله عز وجل في اليوم 12 ألف تسبيحة كما في سيرة أبو هريرة رضي الله عنه والآخر يسبح الله عشرين ألف أين نحن من هذا التسبيح أين نحن من ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا من الثمرات أن ذكر الله عز وجل هو علامة السبق قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله وما المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أيضا من الثمرات العظيمة أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أسباب زيادة الإيمان كما في الآية المعروفة في الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يتأثرون بذكر الله سبحانه وتعالى كم من إنسان يسمع ذكر الله عز وجل ولا يتأثر ولا يخشع المشكلة أين المشكلة في جوفك المشكلة في هذا القلب الذي أهملته حتى أصابته القسوة كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لماذا لا تدمع عينك لماذا لا تخشع في الصلاة لماذا لا تتأثر أصبح القلب قاسي ما يتأثر ما يتأثر بالمواعظ بالآيات بذكر الله عز وجل ذكر الله من أعظم الأمور ولا ذكر الله أكبر من أعظم الأمور سقف الدرجات العالية في ذكر الله سبحانه وتعالى ولكن مع ذلك نجد الناس في غفلة عن ذكر الله عز وجل ينبغي أن لا يفرط الإنسان في ذكر الله عز وجل شيخ الإسلام بن تيمية كان يقول أني لا أدعو الذكر أبدا وإن تركته لأجل أن أفكر في ذكر آخر إذا تركت الذكر فترة أفكر في الذكر الثاني الذي أستخدمه ولذلك والله نفرح أحيانا نجد في المجتمع بعض كبار السن لسان رطب بذكر الله عز وجل دخل يذكر الله خرج يذكر الله دائما لسان رطب بذكر الله عز وجل وهذا أيها الأحبة من التعود من الصغر إن عودت لسانك على ذكر الله عز وجل إن كبرت كبرت على ذكر الله عز وجل من شب على شيء شاب عليه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للطاعات وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات إنه لي ذلك والقادر عليه وصل الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر